بونود صلح الحديبية وصل سهيل بن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم الاتفاق على التالي يرجع المسلمون هذا العام فلا يدخلون مكة ويدخلونها العام القادم فيقيمون فيها ثلاثة أيام من أحب من القبائل أن يدخل في حلف وعهد محمد صلى الله عليه وسلم فله ذلك ومن أحب أن يدخل في حلف وعهد قريش فله ذلك من أتى محمد صلى الله عليه وسلم مسلما يرد إلى قريش ومن أتى قريشا مرتدا عن الإسلام لا يرد إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أشد شرط على المسلمين وضع الحرب بين الطرفين المسلمين وقريش عشر سنوات يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض تحلل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تم الصلح واتفق الطرفان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل من إحرامهم بنحر هديهم وحلق رؤوسهم فلم يقم أحد منهم ولم يتحلل منهم أحد لأنهم ظنوا أن ينسخ الأمر ويعتمروا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من أصحابه رضي الله عنهم دخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأخبرها خبر الصحابة وكيف أنهم لم يأتمروا أمره فقالت رضي الله عنها يا رسول الله أخرج عليهم ثم ادعو حالقك فليحلق لك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ودعا حالقه خراشا ابن أمية رضي الله عنه فحلق رأسه الشريف فلما رأى الصحابة ذلك عرفوا أن الأمر انتهى فتحللوا ثم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه ونحر الصحابة فهذه عمرة الحديبية الشهيرة والتي تم فيها الصلح مع قريش رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزول سورة الفتح ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من جيشه البالغ ألفا وأربعمائة مقاتل من أصحابه إلى المدينة فنزلت عليه سورة الفتح وهو في الطريق ففرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما وقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا رواه مسلم قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما قال لإمام الطحاوي أجمع الناس أن الفتح المذكور في الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا وصلح الحديبية شكرا لك